مشاهدين ورحب بضيفي من منيسوتا جوزيف بوتيل القائد السابق لي القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم وكبير البحثين بمعهد الشرق الأوسط أهلا بك أستاذ جوزيف في أولى محاولاته للتوغل إلى الجنوب اللبناني يمنى الجيش الإسرائيلي بخسارة عدد من جنوده وهذه الفرقة التي توغلت هي الفرقة الخاصة من الكوماندوز الذين هم من المفترض مدربون على قتال الشوارع والمدن كيف تقيم هذه العملية التي قامت بها إسرائيل والنتائج التي حصلت حتى الآن أولا شكرا لهذه الفرصة بالنسبة لسؤالك حول الخسارة التي تكبدها الإسرائيليون في جنوب لبنان إنها نتيجة مؤسفة للعمليات العسكرية يتعرض الجنود للإصابات ويقتلون وليس لها عدقة بأنهم كوماندو أو قوات غير تقليدية إن إسرائيل قدرت المخاطر التي يتعرض لها جنودها وللأسف هذا ما سيحدث في هذا النوع من العمليات القتالية طبعا لا يشاء المرء ذلك ولكن هذا يحدث الجيش الإسرائيلي اليوم يعلن مقتل عدد من عناصر حزب الله في غارات جوية متفرقة في المناطق الجنوبية هل تعتقد بأن مثل هذه الحصيلة التي يعلن عنها الجيش الإسرائيلي ستمهد له الطريق إلى التواغل الذي يقول بأنه يريد أن يدفع عناصر حزب الله لما بعد نهر الليطاني لست أدري إن كانت هذه العملية ستحثهم يدخلون أكثر في لبنان أو عبر الضربات الجوية أعتقد أن إسرائيل تحاول أن أستفيد من العرقلة التي أصابت حزب الله من جراء العمليات الكثيفة التي حدثت خلال الأسبوع الماضية ويرى الكثير من الخبراء أن حزب الله أمنية ضربة مهمة وقاسمة من القوات الإسرائيلية عندما يحدث ذلك من الطبيعي للقوات العسكرية أن تستمر بالضغط وأن تستمر بتقويت قدرات العدو إنه بوضوح ما تحاول إسرائيل فعله في هذا الوضع وهو إصابة أكثر قدر ممكن من قيادات حزب الله كما ذكرت كان هناك تعويل من الجانب الإسرائيلي على أن الضربات التي شنتها الطائرات الإسرائيلية بشكل مكثف على الضاحية الجنوبية على القرى الجنوبية من جنوب لبنان كان من المفترض أنها تسهل طريق الجنود للتوغل إلى جنوب إسرائيل وكذلك الاعتماد على ضرب قيادات حزب الله ولكن هناك قراءة تقول بأن ما قدمه الحزب خلال يوم أمس وهذه المواجهة حتى هذا اليوم كأنه يثبت العكس كيف تقيم ما يقوم به الحزب والاعتماد الذي كان لدى الجيش الإسرائيلي بأنه ضرب قيادات حزب الله وبالتالي الآن الحزب مخلخل من الداخل ويستطيع التغلب عليه بسهولة لست متأكدا بأن هناك تناقض كما ذكرت للتوغل لقد ألحقت إسرائيل بالكثير من الأضرار والأذى ضد قيادة حزب الله ويدرك الإسرائيليون وكثير من الآخرين أيضاً أن حزب الله منظمة تصمد ولديها الكثير من القدرات والأفراد وتطور قياداتها لذلك لا يجب أن نتفاجأ إن رأينا حزب الله يقوم بالرد بالقيام بإطلاق الصواريخ على داخل إسرائيل أو بمواجهة القوات البرية الإسرائيلية التي تغللت في بعض مناطق جنوب لبنان من الأهم جدا أن تحترم عدوك في هذا الصدد لقد امتص حزب الله ضربات قوية جدا خلال الأسابيع الماضية ولكن لا تزال لديه القدرات والقدرات الصاروخية وعلى إسرائيل أن تدرك ذلك وإستمر بعملياتها ونتوقع بأن حزب الله سيرد بعد أيام ستحل الذكرى الأولى للسابع من أكتوبر عام كامل على الحرب في قطاع غزة إلى أي مدى تعتقد بأن الجانب الإسرائيلي يستطيع الصمود في مواجهة قد تكون مفتوحة أيضا مع حزب الله وأيضا إلى أي مدى تعتقد بأن الحزب سيصمد أمام الإصرار الإسرائيلي على التواغل في جنوب لبنان أظن أن حرب طويلة الأمد ليست في مصلحة أي من الطرفين وكما نوهت إن الإسرائيليين يقومون بالمعركة منذ سنة ومنذ السابع من أكتوبر ولا يمكن كذلك للشعب اللبناني أن يمتص معركة أطول من الأهم أيضا أن نلفت الانتباه وعندما تحدثنا عن حزب الله إن الجيش الإسرائيلي أيضا يقادر على الصمود والتحمل طبعا أعتقد بأن الإسرائيليين قادرون على مواصلة مثل هذا النوع من المعارك وأعتقد أنهم يحاولون ممارسة الضغط ضغط كاف على قيادة حزب الله من أجل أن يقوموا بتليين مواقفهم وللسماح للإسرائيليين حوالي 70 ألف أسرى بالعودة إلى ديارهم على حدود أعتقد بأنهم يدخلون في هذه العملية ويدركون أن ذلك قد يستغرق بعض الوقت شكرا لك على هذه المشاركة ضيفي من منيسوتا جوزيب بوتيل القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية سينتكوم وكبير الباحثين بمأهد الشرق الأوسط شكرا للمشاهدة